السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بيكم في قناة موزيوم ريكو روشي ان شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض شنطة جميلة جدا بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله تنفذوها معي بكل سهولة اتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة يعجبكم تستفادوا منه لو عجبكم الفيديو عملوا له لايك وشير واكتبوا لي في التعليقات رأيوكم ايه في الشنطة وبتشاهدوني من اي بلد ولو لسه اول مرة بتشوفوني وحبين تتابعوني يساعدني اشتراككم في القناة فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله ويلا بينا على طول نروح على الشرح ونشوف هنشتغل ازاي انا هشتغل بخيط مكرمية مصري متوسط السمك سمك 3 ملي وابرة رقم 5 ملي متر تقدروا تشتغلوا باي نوع خيط يكون مناسب مع الابرة المناسبة لي وتشتغلوا بنفس الطريقة اللي انا هشتغل بها معاكم النهاردة وتقدروا كمان تتحكموا في المقاسات تكبروا او تصغروا حسب المقاسات اللي انتوا عايزينها هبدأ باسم الله باسيب حوالي عشرين سنطي من الخيط وبعمل عقدة البداية وهشتغل اتناشر سلسلة وهنشوف مقاسهم كام سنطي الاتناشر سلسلة مقاسهم عشر سنطي بالزبط طبعا لو حابين تكبروا المقاس بتزودوا عدد السلسل ولو حابين تصغروا المقاس بتقللوا عدد السلسل بعد كده بارتفع سلسلة وبحسبها ارتفاع لغرز الحشو اللي انا هشتغلها وبسيبها وبرج على الاتناشر سلسلة اللي قبلها وباشتغل غرز حشو نخلي بالنا هنشتغل ازاي معايا لفة على الابرة بفاوت اخر سلسلة اللي هي الارتفاع وبدخل في اللي قبلها في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية وبسحب الخيط اصبح معايا حلقتين على الابرة بسحب الخيط وبطلع من الحلقتين مرة واحدة دي طريق غرزة الحشو بكرر على كل السلاسل لحد ما وصل لاخر سلسلة عند خيط البداية هنا كده الجنب الاول باشتغله في الحلقة الخلفية للسلسلة والجنب التاني باشتغله في الحلقة الامامية اللي قدامي دي بدخل في السلسلة التانية في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية وبسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو كده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر وصلت اخر سلسلة عند خيط البداية هشتغل فيها تلات غرز حشو مع بعض باشتغل واحد وفي نفس المكان اتنين وفي نفس المكان تلاتة كده انا اشتغلت في اخر سلسلة عند خيط البداية تلات غرز حشو بعد كده بلف الشغل وبرجع اشتغل الجنب التاني باشتغل في كل غرزة غرزة وباشتغل تحت طرف واحد بس من الخيط في الحلقة الامامية بتاعة السلسلة اللي انا سبتها باشتغل حداشر غرزة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اخر غرزة رقم حداشر باشتغلها مع اول غرزة في نفس المكان تحت الحلقتين الباقيين من سلسلة البداية كده انا اشتغلت السطر الاول خمسة وعشرين غرزة حشو حداشر غرزة في الجنب الاول وتلاتة هنا في السلسلة الاخيرة وحداشر غرزة في الجنب التاني العدد كله خمسة وعشرين غرزة قبل ما ابدأ السطر التاني باجيب علامات وبعلم التلات غرز اللي انا اشتغلتهم مع بعض بعلم اول غرزة وبسيب التانية وبعلم التالتة بعد كده في كل السطور اللي انا اشتغلها لحد ما خلص شغل في الشنطة باشتغل تزايد في الجزء ده كده اللي هو فيه التلات غرز وباشتغل سبعة في كل سطر حداشر غرزة في بداية السطر وحداشر غرزة في نهاية السطر نخلي بالنها هنشتغل ازاي بارتفع سلسلة وهبدأ اشتغل السطر التاني بارتفع سلسلة وبالف الشغل وباشتغل في كل غرزة غرزة تحت الحلقتين يعني في الغرزة كلها تحت حرف الفي باشتغل في بداية السطر 11 غرزة حشو لحد ما وصل عندي العلامة الاولى معي لفة على الابرة وبفوت السلسلة الارتفاع وبدخل هنا في اول غرزة تحت الحلقتين يعني تحت حرف الفي في الغرزة كلها وباسحب الخيط وباشتغل غرزة حشو كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر. كده انا اشتغلت في بداية السطر التاني احداشر غرزة حشو. بعد كده هشتغل تزايد على الثلاث غرز. يعني ايه تزايد يعني بشتغل في كل غرزة غرزتين مع بعض. في كل سطر بعد كده هزود ثلاث غرز. يعني هعمل تزايد ثلاث مرات في الجزء ده كده. بشيل العلامة من الغرزة الاولى. وبشتغل مكانها غرزتين حشو. وبعد كده بحط العلامة في اول الغرزة. واحد. اتنين. بحط العلامة في اول غرزة اللي هي الغرزة رقم اتناشر من الجنب ده. الغرزة التانية بشتغل غرزتين حشو. واحد. اتنين. الغرزة التالتة بشتغل غرزتين حشو. وبشيل العلامة. وبشتغل مكانها غرزتين حشو. واحد. اتنين. وبحط العلامة في الغرزة التانية. اللي هي الغرزة رقم اتناشر من الجنب ده. لو عديد كده بحط العلامة في الغرزة رقم اتناشر. بعد كده هشتغل حداشر غرزة لحد ما وصل لاخر السطر التاني. كده انا زودت تلت غرز. يعني اشتغلت على التلاتة ست غرز حشو. بعد كده في كل سطر هزود برضو تلت غرز وهعمل تزايد تلات مرات. كده انا خلصت السطر التاني. زودت تلت غرز في الدوران هنا. يعني العدد زاد معي تلت غرز على الخمسة وعشرين. يعني العدد في السطر التاني تمانية وعشرين غرزة حشو. بعد كده بارتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر التالت. باشتغل بنفس الطريقة. باشتغل في بداية السطر احداشر غرزة حشو. لحد ما وصل عندي العلامة. وهبدأ اشتغل تزايد تلت مرات. بزود تلت غرز على الستة. يعني هشتغل تسع غرز حشو. كده انا اشتغلت في بداية السطر التالت. حداشر غرزة حشو. الحد ما وصلت عند اول علامة. باشيلها وبشتغل على الست غرز. بشتغل تسع غرز حشو. بشتغل تزايد في اول غرزة. يعني غرزتين مع بعض. والغرزة التانية بشتغل حشو واحدة. يعني فردي. او بشتغل زوجي وفردي. وبكرر تلات مرات. بشيل العلامة وبشتغل مكانها غرزتين. وده اول تزايد انا بعمله. بحط العلامة في الغرزة الاولى اللي هي رقم اتناشر. من الجنب ده. الغرزة التانية من الستة بشتغل فيها غرزة حشو واحدة. الغرزة التالتة بشتغل غرزتين. الرابع بشتغل غرزة واحدة. الخامسة بشتغل غرزتين. الغرزة رقم ستة والاخيرة في التزايد بشتغل غرزة حشو واحدة. وبحط فيها العلامة. كده انا اشتغلت على الست غرز. تسع غرز حشو في السطر التالت. اشتغلت تزايد وفردي. تزايد وفردي. تزايد وفردي. تلات مرات. بعد كده بشتغل في نهاية السطر احداشر غرزة حشو. وصلت اخر السطر التالت. كده انا زودت تلات غرز هنا. يعني عدد الغرز في السطر التالت واحدة وتلاتين غرزة حشو. بعد كده بارتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر الرابع. بشتغل في بداية السطر الرابع حداشر غرزة لحد ما وصل عند العلامة الاولى. اشتغلت في بداية السطر الرابع حداشر غرزة حشو وصلت عند الجزء بتاع التزايد. عندي هنا تسع غرز. هزود تلات غرز. بشتغل تزايد واثنين حشو وتزايد واثنين حشو وتزايد واثنين حشو. بشيلي العلامة من الغرزة الاولى وبشتغل مكانها غرزتين حشو. وبحط العلامة في الغرزة الاولى اللي هي رقم اتناشر من الجنب ده. بعد كده بشتغل اتنين حشو فردي. وبعد كده بشتغل هنا في الغرزة الرابعة تزايد يعني غرزتين مع بعض. والغرزة رقم خمسة ورقم ستة بشتغل فيهم حشو فردي. يعني في كل غرزة بشتغل غرزة واحدة. سبعة. بشتغل فيها غرزتين حشو. تمانية وتسعة بشتغل فيهم حشو فردي يعني في كل غرزة غرزة واحدة. بحط العلامة في الغرزة الاخيرة هنا اللي هي الغرزة رقم اتناشر. كده انا اشتغلت في السطر الرابع في التزايد هنا اتناشر غرزة حشو. بعد كده بشتغل في نهاية السطر احداشر غرزة. ووصلت اخر السطر الرابع. عدد الغرز اللي اشتغلتها. عدد الغرز اللي اشتغلتها في السطر الرابع. اربعة وتلاتين غرزة حشو. زودت هنا تلت غرز. بعد كده بارتفع سلسلة وبالف الشغل وهبدأ السطر الخامس. باشتغل بنفس الطريقة. باشتغل في بداية السطر احداشر غرزة حشو. لحد ما وصل عند الغرزة اللي فيها العلامة هبدأ منها التزايد. بعد ما اشتغلت احداشر غرزة حشو في بداية السطر الخامس. هبدأ التزايد من هنا من الغرزة اللي فيها العلامة. باشتغل تزايد وتلاتة حشو فردي. باشيل العلامة وباشتغل مكانها غرزتين حشو. وده اول تزايد وبعد كده بكرر التزايد مرتين. بحط العلامة في الغرزة الاولى من الاتنين اللي هي رقم اتناشر. من هنا. بعد كده باشتغل حشو فردي وحشو فردي وحشو فردي. تلاتة فردي. بعد كده بشتغل حداشر غرزة لحد ما وصل لاخر السطر. كده انا خلصت السطر الخامس اشتغلت سبعة وتلاتين غرزة حشو. بقى الشكل زي ما انتم شايفين بارتفع سلسلة وبلف الشغل وابدأ السطر السادس. بشتغل حداشر غرزة في بداية السطر لحد ما وصل عندي العلامة. اشتغلت احداشر غرزة في بداية السطر السادس. وصلت عند اول علامة بشيلها وبشتغل مكانها تزايد. يعني غرزتين حشو مع بعض. وبعدها اربعة حشو فردي. مبكرة لتزايد دائת על התמרות. كده انا اشتغلت في السطر السادس تمنتاشر غرزة في الجنب ده كده في الدوران بتاع التزايد. بعد كده هشتغل حداشر غرزة لحد ما وصل لاخر السطر السادس. وصلت اخر السطر السادس اشتغلت اربعين غرزة حشو. بعد كده بارتفع سلسلة. وبلف الشغل وهبدأ السطر السابع باشتغل حداشر غرزة حشو في بداية السطر لحد ما وصل عند اول علامة. وصلت عند اول علامة باشتغل تزايد وخمسة حشو. وبكرر ثلاث مرات. كده انا اشتغلت في الدوران ده واحد وعشرين غرزة حشو. بعد كده بكمل وباشتغل حداشر غرزة في اخر السطر. وصلت اخر السطر السابع اشتغلت تلاتة واربعين غرزة حشو. هبدأ السطر التامن بنفس الطريقة. بارتفع سلسلة وبلف الشغل وهاشتغل في بداية السطر التامن حداشر غرزة لحد ما وصل عند العلامة. وصلت عند العلامة الاولى باشتغلها وباشتغل تزايد وبعد منها ستة حشو. وتزايد ستة حشو وتزايد ستة حشو. لحد ما وصل عند العلامة اتتنى. ترجمة نانسي قنقر كده انا اشتغلت في السطر التامن اربعة وعشرين غرزة حشو في الدوران اللي انا بعمل فيه تزايد. بعد كده هاشتغل حداشر غرزة في نهاية السطر. وصلت اخر السطر التامن اشتغلت ستة واربعين غرزة حشو. بارتفع سلسلة وهبدأ السطر التاسع. بارتفع سلسلة وبلف الشغل وباشتغل حداشر غرزة في بداية السطر. لحد ما وصل عند العلامة الاولى. وصلت عند العلامة الاولى باشتغل تزايد وسبعة حشو. وبكرر تلات مرات. تزايد وسبعة حشو وتزايد وسبعة حشو. لحد ما وصل عند العلامة التانية. كده انا اشتغلت في السطر التاسع في الدوران ده سبعة وعشرين غرزة حشو. بعد كده هشتغل حداشر غرزة لحد ما وصل لاخر السطر. وصلت اخر السطر التاسع اشتغلت تسعة واربعين غرزة حشو. بعد كده بارتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر العاشر. باشتغل بنفس الطريقة. احداشر غرزة في بداية السطر. وفي العلامة باشتغل تزايد. وتمانية حشو. وبعدها بكرر مرتين تزايد وتمانية حشو. وتزايد وتمانية حشو. وفي اخر السطر باشتغل حداشر غرزة حشو. هكمل لحد ما وصل لاخر السطر العاشر. هنا كده. وارجع لكم تاني. انا كده وصلت اخر السطر العاشر اشتغلت اتنين وخمسين غرزة حشو. حداشر غرزة في بداية السطر. واشتغلت في الدوران هنا 30 غرزة. وفي نهاية السطر اشتغلت 11 غرزة. بنفس الطريقة. في الدوران هنا عملت تزايد وتمان غرز حشو. وكررت كمان مرتين تزايد وتمان غرز حشو. وتزايده 8 غرز حشو بقى الشكل زي ما تشايفين السطر العاشر ده اخر سطر انا هشتغله لان وصلت للمقاسات المطلوبة هنشوف المقاسات مع بعض مقاس الطول 20 سنتي بالزبط ومقاس العرض 20 سنتي بالزبط يبقى القطع اللي انا اشتغلتها مقاسها 20 في 20 قبل ما نكمل شغل في الشنطة عايز اقولكوا ازاي تطلعوا مقاس سلسلة البداية اللي انت هتبدأوا بيه لو عايزين تكبروا المقاس عن كده او تصغروا انا هنا اشتغلت القطع بتاعتي مقاساتها العرض 20 والطول 20 سنتي عشان اطلع مقاس سلسلة البداية اللي انا ببدأ بيه بطرح نص العرض عندي العرض 20 سنتي بطرح النص اللي هو 10 سنتي من مقاس الطول يعني بنقص 10 من 20 هيطلع لي النتيجة 10 سنتي اللي هو مقاس سلسلة البداية اللي احنا بدأنا بيها في بداية الفيديو خالص طبعا انتو لو هتكبروا المقاسة او هتصغروا هتشوفوا انتو عايزين مقاس القطع دي كم سنتي بالزبط وبتجيبوا مقاس العرض تقسموه على اتنين تاخدوا نص مقاس العرض بتنقصوه او بتطرحوه من مقاس الطول اللي انتو عايزينه هيطلع لكم مقاس سلسلة البداية اللي انتو هتبدأوا بيها دي طريقة حساب مقاس سلسلة البداية في الشكل النص بيضاوي اللي احنا اشتغلناه ده او لو هتشتغلوا اي قلاب للشنطة بنفس الشكل حساب مقاس سلسلة البداية لو هتشتغل قلاب لاي شنطة القلاب البيضاوي زي ما احنا عارفين بيبقى بالشكل ده كده فعشان ما نفكش الشغل بتاعنا كتير وتطلع المقاسات معنا مش مزبوطة دي طريقة ثابتة لحساب مقاس سلسلة البداية تقدروا تعتمدوها في شغلكم كله لو اشتغلتوا جزء نص بيضاوي زي ده كده او اشتغلتوا القلاب البيضاوي لاي شنطة كروشي سواء شنطة ضهر او شنطة كروش بعد ما اشتغلت الجزء ده كده بشيل العلامات طبعا مش محتاجاها تاني وهبدأ اشتغل سطور سبات على الاتنين وخمسين غرزة عشان اكون الجوانب بتاعة الشنطة انا هشتغل اربع سطور وهنشوف مقاسهم كام سنطي بارتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ اشتغل على كل غرزة غرزة واحدة من غير اي تناقص او تزايد برضو تحت الحلقتين انا هنا نضفت خيط البداية تحت الغرز بابرة التنظيف هكمل بنفس الطريقة بشتغل في كل غرزة غرزة لحد ما وصل لاخر السطر بارتفع سلسلة وبلف الشغل وببدأ السطر اللي بعده وهكذا وبكرر لحد ما كملهم اربع سطور من غرز الحشو سبات على الخمسين غرزة عشان اكون الجوانب بتاعة الشنطة هكمل وارجعلكو تاني انا كده اشتغلت اربع سطور سبات من غرز الحشو على الاتنين وخمسين غرزة وكونت الجوانب بتاعة الشنطة بقى الشكل زي ما انتم شايفين وده الشكل من الداخل شكلها جميل جدا هقول لكم مقاسهم كام سانتي الاربع سطور مقاسهم اربع سانتي بالزبط طبعا تقدروا تقللوا وتشتغلوا سطرين او تشتغلوا ست سطور زي ما انتم عايزين حسب المقاس اللي انتم عايزينه كده انا اشتغلت اول جزء من الشنطة عايزة اشتغل الجزء التاني ازاي هنحدد عدد السلاسل اللي انا هبدأ بيها الجزء التاني من الشنطة هقول لكم الطريقة طريقة سهلة جدا اول حاجة هجيب القفل وهسبته الاول في المكان اللي انا عايزاه انا كده سبت القفل كويس جدا زي ما انتم شايفين في المكان المزبوط هيبقى كده ببدأ اعد الغرز اللي هي موجودة فوق القفل هنا عندي هنا تسع غرز اللي هي سلسلة البداية اللي في المنتصف تسع غرز وبحسب كمان غرزة اللي انا هركبها في القفل يبقى كده عشرة يبقى انا كده عندي عشر غرز بعشر سلاسل وعندي في الجوانب اربع سطور هحسب معاهم اربع سلاسل يبقى اربعتاشر سلسلة وهاشتغل في الخلف الجنب الخلفي قصاد الجنب ده بالزبط اتناشر سلسلة زي ما بدأت هنا يبقى اتناشر واربعتاشر ستة وعشرين سلسلة يبقى سلسلة البداية في الجزء التاني من الشنطة هتكون عدد السلاسل فيها ستة وعشرين سلسلة وهاشتغل بنفس طريقة التزايد اللي احنا اشتغلنا بيها مع بعض في الجزء الاول عشان الجزء التاني من الشنطة هيكون عبارة عن الجنب الخلفي والقلاب بتاع الشنطة هاشتغل الجزء التاني طبعا هسيب الخيط هنا هقصه هسيب حوالي متر من الخيط او متر ونص عشان التأفيل بقصه وبسبته بعد ما قصيت الخيط بسحبه من اخر غرزة من الحلقة اللي على الابرة هنا وبسبته كويس وبالضمه في ابرة التنظيف لحد ما وصل لمرحلة التأفيل هاشتغل الجزء التاني من الشنطة هبدأ بستة وعشرين سلسلة زي ما اتفقنا وهاشتغل بنفس طريقة التزايد اللي انا اشتغلت بيها في الجزء ده كده ونرجع نكمل مع بعض خلاص كده اشتغلت الجزء التاني من الشنطة بنفس الطريقة اللي اتفقنا عليها بدأت بستة وعشرين سلسلة واشتغلت عليهم بنفس طريقة التزايد اللي اشتغلنا بيها الجزء الاول اشتغلت عشر سطور من غرز الحشو. بقى الشكل زي ما انتم شايفين. هنشوف المقاسات كام سنتي. مقاس العرض عشرين سنتي بالزبط. طبعا نفس مقاس العرض بتاع الجزء الاول. ومقاس الطول تلاتة وتلاتين سنتي. بعد كده هقص الخيط وهنضفه. لان الجنب ده كده هيكون القلب بتاع الشنطة. بعد مقاسة الخيط بسحبه من الحلقة اللي على الابرة. وبسبته وبالضمه في ابرة التنظيف. ده وش الشغل بتاعي بقلب كده. وبنضف الخيط تحت غرز الحشو من الداخل. ده هيكون داخل الشنطة. طبعا بطول الجزء ده شوية عشان مش عايزة اي تنظيف للخيط يبقى باين في القلب بتاع الشنطة. عايزة اوصل بالخيط لحد هنا. بعد كده بجيب علامات وبعلم اتنين وخمسين غرزة من تحت كده اللي انا هشبك فيهم الجزئين مع بعض. كده انا علمت اتنين وخمسين غرزة نفس العدد بتاع الجزء الاول. بقلب كده. ده 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 الشغل من الداخل. وبجيب الجنب الاول او الجزء الاول وببدأ اشبك كل غرزتين مع بعض. عايزة اقول لكم ان انت لو حابين تدعموا الشنطة بالبوري او بالشبك بيبقى قبل التقفيل. وكمان لو حابين تعملوا لها بطانة برضو بيبقى قبل التقفيل. انا هشبك بقبرة التنظيف زي ما قلتلكم لو حابين تشبكوا بغرزة منزلقة وبرضو ما فيش مشكلة. الطريقة الاسهل لكم والشكل اللي انتو تحبوه في التقفيل اشتغلوا بيه. بشيل العلامة وبعد من تحت حرف الفي. بخيت من تحت حرف الفي في الجنب الخلفي مع الجنب الامامي. كل غرزتين مع بعض. الفي بتاعة الجنب الخلفي والفي بتاعة الجنب الامامي. من تحت الغرزة كاملة هنا والغرزة كاملة هنا. وبسحب الخيط. هيبقى الشكل كده. هكمل كل غرزتين بخياتهم مع بعض. لحد ما وصل عند اخر غرزتين في الجنب التاني. عند العلامة التانية. وصلت اخر غرزتين في الجنب التاني. بشيل العلامة. وبخيط اخر غرزتين مع بعض. بخياتهم مرتين. اول غرزتين واخر غرزتين بخياتهم مرتين عشان اثبت الشغل بتاعي. بعد كده بدخل الخيط الزيادة جوه الشنطة وبنضفه تحت غرز الحشو. بقبرة التنظيف. ده شكل الخياطة شكلها جميل جدا. وده شكل الشنطة بعد ما قفلناها. طبعا واسع جدا من جوه. زي ما انتم شايفين. هنضف الخيط الزيادة. وهركب القفل في القلاب. باستخدم ايد سلسلة زي دي كده. ولو مش متوفر عندكم السلسلة تقدروا تشتغلوا ايد كروس بنفس الخيط اللي انت اشتغلتو بيه خيط المكرمية المصري. هسيب لكم في صندوق الوصف قيمة تشغيل فيها اكتر من فيديو لطريقة عمل اكتر من شكل من اشكال اياد الشنط بخيط المكرمية المصري. وهتلاقاها كمان على القناة. بكده نكون خلصنا الشنطة بتاعتنا وخلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم تكونوا استفدتم منه. لو عجبكم الفيديو عملونوا لايك وشير. واكتبوا لي في التعليقات رأيوكم ايه في الشنطة بتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل. عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.